دلوقتي كده صلوا عن نبي هقول لكم اختراع جديد حصل معي طبعا انا جايبة دي من السجدالية جايبها باربعة جنيه تمام جيت بفتحها فتقطعت مني من هنا كده هعمل انا ايه بقى انا مش هسكت انا جايبة ده لازق دابل فيس اللي هو ده انا مش عايز ده اخسر اللي اربعة جنيه وفي نفس الوقت ما عنديش كمامة تاني بديل فانا هقطع حتة منه كده تمام وبعدين هشيل الستيكر اللي هنا ده اهو اهو ماشي وهاجي على الحتة المقطوعة وهعملها كده اهو يبقى انا كده اللازق الدابل فيس انا استفدت منه كويس ومهما يحصل انا معايا اللازق شغال والكمامة رجعت سليمة تاني واقدر ان انا البسها اهو اقدر ان انا البسها في اي وقت اهو وكمان مخسرتش اي حاجة في بقى واحدة ممكن تقولي انا ما شاينفع عاملها بدابل فيس هقولك يا ستي لو ما عندكيش دابل فيس اه او اللازق اللي هو الوجهتين مسلا الناس اللي مش فاهمة يعني ايه دابل فيس اللازق الوجهتين ده انا بصراح كنت ركبة اوتوبيس وجبته منه البقرة دي كانت بخمسة جنيه وكنت فاكرة ان هي وحشة وكده وقلت لأ ابو تلاتين الشفاف احلى فقلت مش هيدر في حاجة اه لو انا جبت اللازق دي ات لازقتي مثلا اي اي انوار في المطبخ اي انوار مثلا في اي غرفة على الحيطان فهتبقى كويسة تمام فجيت بعد كده احتجتها دلوقتي طب انت ما عندكيش دابل فيس ده تعملي ايه حضرتك بقى هتجيبي اي شمع عندك شمع شمع وتسيحيه نهوت كده وتقومي حتى ايه اللازقه هنا زي ما انا عامله وتحط على ده او مسدس شمع وتشتغلي عليه او تخيطيها بابرة وخيت كده هو بس لو مستعجلة زي وعندك دابل فيس مش هيدر شغلة معاكي وتمام وهتتلبس وكل حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واستنوني في فيديوهات تانية لو الفيديو ده عجبكو هو فيديو مختصر لو عجبكو الانواع ديت من الفيديو اللي هي بتاعت الافكار اكتبوا لي في التعليقات وانا هعمل لكم افكار كتير حلوة وباقل التكاليف كنتم معايا ومعاكو كل سلام وانتو الطيبين ورمضان كريم عليكم السلام عليكم دي ناشانل وان